كان عندي شغف أنه أنا أكمل دراساتي العليا في الخارج فسعيت في أكتر من اتجاه وكنت وقتها بشتغل يعني وكنت يعني محقق نفسي وربما ناس كتير جدا لما تستقر في الشغل خلاص بقى بتنسى الدراسة يعني بالعكس أنا قلت لازم أدرس علشان أطور من تفكيري العلمي فشاءت الأقدار ربنا سبحانه وتعالى بيسهل برضو الأمور دي لما بيلاقي عند الواحد شغف وإرادة فالتقيت مصادفة بفتاة زميلة كانت باحثة سياسية لفتت نظري لمنحة بتقدمها وزارة الخارجية البريطانية اسمها تشيفنينج أرجو من كل اللي بيسمعنا يحفظ الاسم ده تشيفنينج ويدور عليها لأنها منحة في غاية الأمية هي أهم منحة للدراسات العليا وتحديدا الماجستير في الخارج بتقدمها وزارة الخارجية البريطانية في بريطانيا فقدمت على هذه المنحة ولم أكن أتخيل أن الناس كتير بتقدم عليها سنوات طويلة ومش بتاخدها أنا قدمتها ووفقت فيها أخدتها بالفعل سنة 2006 وانتقلت كتوتها باشتعل في تلفزيون أبو ظبي انتقلت من أبو ظبي إلى لندن وبدأت في دراسة الماجستير وبالتزامن مع ده جالي عرض للعمل في هيئة الإداءة البريطانية بي بي سي فقعدت خمس سنين في بريطانيا عملت الماجستير حصلت فيه على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف فالجامعة اللي هي رويل هولوي نفس الجامعة اللي أنا عملت فيها الماجستير اديتني منحة جزئية أيضا لدراسة الدكتوراه في النيو ميديا وإلى جانب ده عملت في البي بي سي ثم عدت إلى مصر في 2011 وإحنا بقى بنبتدي نعيد بناء مصر واشتغلت في الإعلام المصري ودرست وفي 2013 تحولت إلى عضو لجنة الاختيار لهذه المنحة دعتني أدراسة السفرة البريطانية لأكون جزء من البورد من اللجنة اللي بتختار بتعمل المقابلات للمتقدمين ست سنين بعمل هذه المقابلات وشفت بمناسبة كلامك عن ضرورة التمسك بالرقي والإلهام والنمازج شفت نمازج يا إسحاء غير عادية في مصر من أولاد حتى من دول الاحتياجات هكا مش بينين على السطح دقل لا بس سبحان الله بيلاقوا بقى يعني زي المنح دي اللي بتقدرهم بس أنا نفسي نقدرهم هنا بقى صحيح نفسي نقدرهم هنا ولاد صغيرين ممتزين عندهم مبادرات ومن دول الاحتياجات من أبناء القرى من أبناء الصعيد متفوقين وممتزين جدا جدا فات على بدء دراستي في بريطانيا 15 سنة ففجيت بسفرة لبريطانيا بتقولي من شهور قليلة خلي بالك في جايزة مهمة جدا من فضلك ابعت بياناتك علشان دي آخر فرصة ليك تقدم فيها لأن هي الماكسيمون بتاع 15 سنة الجايزة دي هي جايزة اتحاد خريجي بريطانيا بتقيم إنجازات الشخص بعد تخرجه من بريطانيا عمل إيه قصة نجاحه إيه قصة له عمله فأنا قلت لهم أنا خلال سنوات وجودي في مصر لمرجاعة من بريطانيا معجبنيش حال الإعلام وقلت إن أنا علشان أصلحه لازم أبتدي من البزرة الصغيرة من الأولاد الصغيرين طلبة وحتى سنوي وإعدادي فعملت حاجة اسمها ميديا توبيا من يوتوبيا المدينة الفاضلة فدي المدينة الإعلامية الفاضلة قيل عني بقى إن أنا بعيش في المثاليات وإن أنا بعمل لنفسي قوقعة وبتاع يقولوا أنا اشتغلت على هذه الفكرة من 2014 عملت معسكرات لتدريب الطلبة يصحوا ستة صبح سبعة بالدقيقة يقفوا قدام العالم بس في سن الصغير كده يا دكتور بشكل أساسي الجامعة وحديث التخرج لكن بطعامهم بإعدادي وسنوي ولادي اللي بدأوا معايا من إعدادي وسنوي النهاردة تخرجوا وبقوا نجوم على الشاشات الله فيصحوا ستة الصبح يحيوا العالم سبعة الصبح يقولوا نشيد الوطني يعملوا تمارين رياضية معسكر لأن لازم الشخصية الإعلامية بقى فيها انضباط تمانية بالدقيقة يفطروا تسعة بالدقيقة يعملوا مشاريع إعلامية تحت إشراف الخبراء والمتخصصين بالليل حفلة سمر مع نجوم من أساتذة الإعلام وفي النهاية نحكم مشروعاتهم وندي جوائز لفرص تدريبية للمتميزين اللي بعضهم استثمرها وتم تعيينه في مؤسسات إعلامية والنهاردة بقى من نجوم المجتمع يبدو أن القصة لفتت نظر بريطانيا فشافوا أنه أنا أقدر بالجائزة ومنحت هذه الجائزة يوم الثلاثة اللي فات وقدمها لي السفر البريطاني فحفلة جميلة جدا جدا كانت حصاد سنين طويلة من التعب ومن المعاناة